مبارح كان أول يوم امتحانات سنوية عامة وطبعا فيه ألأ شديد جدا فيه معظم البيوت المصرية كل البيوت أو معظمها فيها طالب أو طالبة سنوية عامة تعالوا نشوف تقرير عن هذا الموضوع ونعود مرة أخرى ابقوا معنا أكثر من نصف مليون مواطن وطالبة يأخذون امتحانات سنوية العامة التي بدأت أمس بمادة اللغة العربية وسط أجواء من القلق والتوتر التي تصيب الكثير سواء من الطلبة أو أولياء الأمور العديد من أولياء الأمور يعتبرون أن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال هذا العام الدراسي كان لها تأثير كبير على التحصيل الدراسي للطالب أثرت لأن الدراسة توقفت فترة طويلة فترة طويلة كانت بتوقف وتتأجل في نصف السنة يعني نصف سنة أجلت دراسة بدأ ما تبقى أسبوعين وصلت لأكتر من شهر ونصف وشهرين بالنسبة للمدارس والجامعات والسنوية العامة حضرتها خصوصا أعرف أن هي فترة ممتدة والمنهج بتاحها طويل فطبعا أكيد تأثرت لأن في المناهج في مناهج تحزفت كل بيت بيكون متأثر بالأحداث لما بيتكلموا في الأمور الحادثة في البلد بتأثر على الطلبة في أنهم يعني انشغالهم بالأحداث الحصلة والكلام في السياسة وكده أكيد طبعا أثرت غير القلق النفسي وبرضو خوف الطلبة أنه ممكن الإمتعانات تتأجل أو الإمتعانات تتأخر أو تتلغي في أي وقت وخوفهم برضو من العملات التي بتحصل من العنف من تجاه الإخوان وكده أكيد طبعا أثر غير برضو حتة العامل الاقتصادي أنه في بعض الناس فقدت برضو شوالها وفقدت بعض المزاناتها ببقيتش قادرة برضو تودي مراكز ودروس كصية وكلام ده زي الأول فأكيد طبعا أثر برضو على تحصيل الطلبة طلب مظلوم السنة دي بالنسبة للأحداث اللي حصلت دي كلها طلبة طبعا اتأثروا من الأحداث اللي حصلت مشاكل في الشوارع مش عارفين يروحوا المدارس وكده يعني أنا طبعا شغال في مدرسة قدام باب أمن الدولة كانت أجهزات كتير السنة اللي فاتت يعني كانت أحسن ظروف من كده أنا كان طلعا بتيجي عندنا المدارس السنة دي وفيش طلبة تقريبا بتيجي المدارس أجواء امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد تلقي بظلالها على جميع الأسر المصرية التي تحاول توفير جوا من الهدوء للطالب ليتمكن من استيعاب دروسه ويتمكن من دخول الكلية التي يتمناها أحمد مصطفى قناة دريم إن شاء الله ربنا يعدي فترة الامتحانات امتحانات الثانوية العامة على خير وإن شاء الله يا رب ربنا يوفق كل أبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الثانوية ترجمة نانسي قنقر